موسيقى مساء الخير مشاهدينا عام نواكب نحن وياكم التطورات الحاصلة على الصعيد العسكري الميداني السياسي والديبلوماسي وان شاء الله انه التطورات الدبلوماسية المتساعدة على اليوم تفضي للوصول الى وقف لاطلاء النار وهذه الاتصالات مستمرة وبوطيرة مرتفعة وتستأنف الليلة من خلال مستشار الرئيس نبيه بري والموفد الامريكي هوكستين ومساعدينه بهالوقت رح نستقبل تنتابع هذه الاحداث ضيفنا النائب الاستاذ اديب عبد المسيح اهلا وسهلا فيك استاذ اديب اهلا فيك مساء الخير لأهلاك كل المشاهدين يعني ببداية لقاءنا وللأسف يعني في استهداف حاجز للجيش اللبناني او نقطة عسكرية للجيش اللبناني بالصرفانت في سقوط ثلاث شهداء وعدد من الجمحة بالأسف نعم بقى بدنا نعزي قيادة الجيش واهالي الشهداء باستشهدهم اكيد وانا كمان بيدوري بعزيهم وبشد على ايده لقائد الجيش لكل ضباط ورتبة وعناصر الجيش ولو عم يسقط شهداء هني بيضلوا الدرع درع الوطن وهلا بمناسبة الاستقلال كمان بدي وجه لهم تحية تحية استقلال تحية سيادي تحية شرف ووفاء بتضحياتهم وبصمودهم تجاه هذه الالي القاتلة اللي عم بتستعدى في البلد استاذ قديب اليوم تحركات يعني من الساعة تسعة تاريخ وصول يعني هوكسين على لبنان لقاء مطول مع الرئيس بره عند الرئيس مئاتي عند قائد الجيش بعدين على ما يبدو بالسفارة الامريكية في سلسلة لقاءات بين مساعد ومستشار رئيس بره وايضا هوكسين وفريق عمله شو بتشوف وين رايحين يعني عم بقولوا فيه نقطة أو نقطتين مثار جدل هل برأيك رح نتخطاهن أو صعب الأمور شو معطياتك هل أنا هعطيك معطيات بالضبط معطيات ومعلومات وصلت لي أنه الأمور منيحة وبكرة حيفل هوكسين من لبنان بقرار لبناني بموافقة تامة على كل النقاط علّه كمان ياخد هذه الموافقة من الطرف الإسرائيلي يعني النقاط الشائكة رح تتحلحل شوي شوي نعم هذا اللي عرفته وبتصور أنه هي نقاط هلأ للأسف أنا كنائب بدل ما أكون مطلع على هذا الاتفاك بحسب الدستور والقوانين عم نجيب المعلومات بالسرقة وبالخفة بقى للأسف عم بعطيك معطيات بينما كان لازم أعطيك معلومات وكان لازم أعطيك شهادات حية للأسف نحن ببلد في طرف بس هو اللي عم يفاوض بينما النواب يلي هني بمثلوا الشعب اللبناني وهني كمان عندهم صلاحيات دستورية بالموافقة أو بالقليل الاطلاع على الاتفاقات غير موجودين ومهمشين بنظرك هذا شيء أمر مقصود ولا لأنه مصادفة أنه رئيس مجلس النواب هو بالوقت نفسه رئيس حركة أمال وهو اللي عم يتواصل مع حزب الله يعني هني يمكن هايدي بشين تا يستعجلوا يمكن هذه أمور بيستعجلوا لكن بنفس الوقت عنا دستور وقوانين أو نحن عايشين بمزرعة يعني بدنا نقرر نحن وين عايشين بكرة نحن كمان شعرفني بحدودنا يلي بالكورة مثلا حنتفاوض مع الجانب الأبرسي وآخر من يعلم حيكون الرئيس بري والرئيس مياتي إذا بهذه الطريقة منشوف مين الزعيم بالمنطقة اللي عنده أكسرية أصوات أو اللي هو حكم بأمر الله عنيك ومنخليه كمان يفاوض بسرواتنا وحدودنا وسيادتنا وهيدا موضوع يعني مناط بالمجلس النيابي بحسب المادي 52 بالدستور طب مين بنظرك يعني هون أخطأ يعني هل هو أنه رئيس الحكومي كان يدعي لازم يدعي لمجلس موزراء للاجتماع طبعا أنا هون بحمر رئيس المجلس النواب في عمل بده إياه بس هو ما عنده صلاحية لكن اللي عنده صلاحية بحسب المادي 52 هو رئيس الحكومي ورئيس الحكومي يجب أن يطلع مجلس الوزراء للموافقة مش حيالة بقى أنا برأيي الرئيس مئاتي عم بيسيس الموضوع كتير وكان مفروض أنه يقوم بدوره الدستوري والدستور عطيه الحق أنه يطلع مجلس الوزراء على هذا ما بشوف أنه يمكن لأنه مجلس الوزراء يعني في عدد من الوزراء مقاطعين ويعني أنه إذا بده يدعي يوم ما رح يشاركوا يعني إجمال وخصوصا وزير الخارجي ووزير الدفاعي بس النصاب مؤمن يصطفلوا اللي ما بده يشارك هو بيتحمل مسؤوليته التاريخية وهو بيتحمل مسؤوليته الدستورية أما اللي مشاركين وعم بيطلعوا كتير مرسيم مجلس الوزراء وعم يجتمع وعم ياخد قرارات وعم بيدير أمور البلد مشان هيك كان لازم يجتمع مجلس الوزراء حتى شكليا حتى مثل ما بولوا يتضحكوا علينا بهذا الموضوع ويبيعونا إياها ويجتمع ولا بال يدعو لجلسة مجلس نواب يعني هون طبعا هون ساعتها بيدخل الرئيس بري لأنه هذه صلاحيته الدستورية وبيطلعنا نحن بحسب المادي 52 لأنه هذه الأمور تتعلق بمواثيق دولية وبسيادة لبنان وسلامة الدولة بقى المادي 65 المادي 52 محددين هذه الصلاحيات وبالتالي هذه مسؤولية مجلس الوزراء للموافقة ومجلس النواب للاطلاع طيب بنظرك اليوم الشروط الإسرائيلية عم تتأكد أكتر شيء يعني عم بتشدد على قصة المراقبة وأنه يكون في حرية التحرك لإسرائيل حتى لو إذا في حال حزب الله خرق أنه إسرائيل بدأت تتحرك تجعل تتحرك جويا تعمل عمليات أصف كتار عم بيقولون هذا شيء خرق واضح للسيادة اللبنانية كيف بدنا نلاقي حال؟ يعني كيف إسرائيل هي بدأت تعتبر حالة أنه أنا ضمنت الأمن وبالمقابل اللبناني حافظ على سيادته نقطة أشكالية أساسية أنا برأيي الضماني عندك ضمنتين هون مش ضماني عندك ضماني هي الجيش اللبناني بد يقوم ويدوره بدون تسييس مثل ما قام بيدوره لو بيشكل رمزي بالمطار من كم يوم وعندك اليونيفل يلي بده يتعزز دوره وبيصير اليونيفل والجيش اللبناني بالتضامن والتكافل هن المنوطين بردع الميليشيات من التواجد بجنوب وبالتالي ردع إسرائيل من التدخل لأنه بالنهاية نحن منعرف أنه إسرائيل مرح حدا يمنعها أصلا لو ما وثيق ولا اتفاقات الذي سيمنع إسرائيل هو اللي نحن عقيدتنا المتفقين عليها من فجر الاستقلال أي الهدني معهم بس نحن نطبق الهدني يلي بلشت بالتسعة واربعين ومنكملها هلأ بتطبيق القرار ألف وسبعمائة وواحد أنا برأيي أنه هنشوف إسرائيل فرسز جولان هي كمان نفس رح نتوسع شوي بهذا الموضوع بس بدي أسألك قبل كمان يعني بجزء من أنه قصة السلاح حدر تحقيقها عن الجنوب اللي طاني بس ولكن في عنا كمان الحدود اللبنانية السورية يلي هون أكثر شيء إسرائيل عم تحكي عن التدخل هون لبنى إيصال السلاح مجددا من إيران عبر حدود العراقية وهذا اللي بدو يا نتانيا هيدا اللي عالم مش مركزي لي كل العالم فكر أنه نتانيا هو بدو ينهي سلاح حزب الله بل بالعكس هو مش همه هيدا الموضوع هو بدو يخلي سلاح يصدي هو بهمه بالنهاية شغلتين أولا منع الإمداد يلي حضرتك عم بتحكي عنه عبر الحدود السورية بضمانة دولية أي 1680 وضمانة سورية وشكله الرئيس السوري عم بيبيع ويشري بهذه المرحلة واضحة وبيعزل حدوده عن الليطاني عبر خلق هذه المنطقة العازلة يلي بدو ينتشر فيها الجيش اللبناني وبدو يكمل تفكيك البنية التحتية للميليشيا الموجودة هناك وبالتالي ضمان الأمن والهدن مع إسرائيل قبل ما نتبع بهالنقطة بدنا نروح على منطقة الصرفانت زميلنا محمد زيناتي موجود بالصرفانت يوفينا به يعني ما حصل الغارة من أين استهدفت ولماذا هل استهدفت الجيش مباشرة أو منزل قرب مركز الجيش تفضل أسأل خيارتك بالفعل ومنذ بعض الوقت تهدفت منطقة عين الفنطرة في القرب نميناء القديم في بلدة السرفان أرى مركز الجيش ربناني وهناك منزل أيضا متضرر يعود لشخص يضع في صالح من بلدة السرفان ليس واضحا ميزل إذ كان السهدات مباشرة للمركز أم للمنزل ولكن هناك أنا البطريين سويها بالأرض وبحسب المعلومات وبحسب مصادر عن الجيش اللبناني هناك ثلاثة شهداء من عناصر الجيش اللبناني هذه النقطة هي طبعا نقطة بطرية تادعة لمدرية المخابرات في الجيش اللبناني الذي تنتشر في العادة على مدارك الموانئ في دنوب لبنان طبعا هذه الغارة كانت منذ حواري أدوضع ساعة هناك عدد من الإصابات هناك ثلاثة شهداء كما ذكرنا من عناصر الجيش اللبناني وهناك ثمانية جرحة وهناك مدنيين كون السرفان فيها منطقة لازالت لازالت فيها الدكتان والحركات فيها كانت حتى المنزل تريد حركات طبيعية طبعا هذه الغارة كما ذكرنا هي ليست واضحة إذا كان هناك السنة ده مباشر للمنزل المداول ولكن الحصيلة كما ذكرنا ثلاثة سرادة شكرا للزميل محمد زيناتي وسنعود إليك في حال توفرت لديك معطيات إضافية بدي أرجع معاك على هذه النقطة السيد أديب يعني مطلوب ضماني سورية هذا اللي اسمعناه ويمكن أنه روسيا هي فاتت على الخط كمان بين إسرائيل وسوريا من أجل تأمين هذه الضمانة ولكن سوريا هل ستؤمن هذه الضمانة بالاتفاق مع إيران بخلاف مع إيران وسوريا وإيران علاقاتهم جيدة جدا يعني إذا إيران بدأت تقرر رسال السلاح لحزب الله كيف تتم العملية أنا برأيي هذا الموضوع صار من الماضي أنا إذا بدك رأيها الشخصية وطبعا بناءا على المعطيات اللي اسمعتها واللي عم نشوفه أنا سيكون هناك عم ضل نسمع بشرق أوسط جديد ومن هذا الشرق الأوسط الجديد هو قطع كل الإمدادات مع لبنان ليتحرر لبنان من عبودية الميليشيا اللي هو يعيش فيه وبالتالي خلق أمان للكيان اللبناني كرمال لبنان يتحضر وكرمال لبنان نقدر نعمله يلي بيشبهنا ويلي بنتمنى لهذه الأسباب ولأنه سوريا حاليا مفككة وسوريا كمان منهكة من وراء الحروب اللي صار لـ 15-16 سنة فيتي فيها من الواضح أن الرئيس الأسد سيسعى إلى خلق أو يكون معادلة بهذا الشرق الأوسط الجديد شفنا الانفتاح العربي على الجانب السوري وهيدا الشيء كمان سيقابله كمان بأوراق سيرميها على الطاولة السوري وشفنا كمان إذا يلي بيرائب البحر يلي شغلته الحقول النفط السوري الشمالية قائمة عم تشتغل الروسي موجود فيها وبالتالي هناك مستقبل للنظام السوري ولا سوريا ولو سوريا يمكن بدأ تكون أصغر أصغر لكن هناك على الأليلة مستقبل لسوريا كمان تكون طرف بهذه المعادلة معادلة الشرق الأوسط الجديد مع أنه فيه أبار نفط أخرى بين مناطق المسيطرة على الأكراد والجيش الأمريك أكيد هون بدي يصير فيه التقسيم كيف بدي تصير هيدا هيدا شي تاني هيدا موضوع تاني هل ستلزم سوريا مجدداً لبنان يعني ساعتا؟ أكيد لا أكيد هيدا شغل هيدا هون نحن بقى نحن بقى منرجع للجبهة الداخلية اللبنانية المتماسكة وأنا اليوم يعني حزرت منها كنت بمعراب سوريا مبارح وأطلقت كمان نداء أنه نحن اليوم التاريخ عم بعيد نفسه نحن اليوم بتغير عم نعمل شفت معينة كنا بالصابق كل شفت عم نعملها أو كل تغير عم بيصير عم ندفع ثمنه داخليا إن كان بيتهجير إن كان بزعماء عم بتفوت على الحبوسي عم تنفع أو إن كان لبنان عم يسلم للنظام السوري وما بعده النظام الإيراني اليوم تعلمنا من كل هيدا اليوم علينا نحن كالبنانيين وخصوصا عم ركز على الجبهة السيادية الموجودة بالبلد إنه نكون وتماسكين وجهزين تنرفض أي مخطط إذا كان موجود لأعطاء لبنان هدية لأحتلال آخر وهيدا الشي اللي مش حنقبله نحن ما قضينا كل هالسنين ولا رجعنا كرميل نسلم البلد لحدة تاني ولا سقطوا شهدائنا عبر السنين كرميل آخر الشي تروح دماؤهم هدرا وهلأ آخر الشي هلأ هلأ عم نحكي على ثلاث شهداء بالجيش اللبناني هذه الدماء لن تسقط هدرا بل بننحافظ عليها كرميل نعمر لبنان جديد لبنان مؤسسات لبنان حضارة لبنان دولة قانون ودولة مواطني للجميع هذا ما نرغبه فقط ما بننطعطى مع حدا وننكون بحياد مع الجميع في معطيات صادرة عن الخارجية الأمريكية بتقول حققنا تقدما بشأن وقف إطلاق النار في لبنان لكن لا يمكن التنبؤ بموعد التوصل للاتفاق يعني هذه المعطيات الموجودة في لبنان يعني بأكدوا الأمريكيين لهلا يعني هلا ليك أنا اللي حسينه بده يصير نعم كمان بناء على معطيات معينة أنه طبعا بكرة هذا الاتفاق سيذهب إلى نتانيو على فكرة أنا شخصيا متفاعل وفي شرط عمله مع زعيم كبير بلبنان أنه هاليومين بده يصير وقف إطلاق نار لكن من الواضح ومن الخبرة أنه هلأ نتانياهو بده يجرب مش يفشكل الاتفاق بس قد ما فيه يلعب على عامل الوقت كرمالي يخلص ما بدأه كرمال بالميدان يكون هو مسيطر أكتر حزب الله عم بيقول بالميدان مسيطر كمان عم يتصدى وعم يصمد وعم بيأخر حالا ليك بدنا نقاف بدنا هيك نشوف هليكوبتر فيو بدنا نشوف نحنا بدنا نحط ديفينيسيون للسيطرة أو للربح هل الربح هو هلا بنجانب حزب الله بيقول لك أنا الثاني عم بطلق صواريخ تمام وبالجانب إسرائيل يقول لك أنا دمرت البنية التحتية تبع حزب الله وشردت كل بيئة حزب الله داخل لبنان وصار بالريكورد تبعي مئة ألف وحدة سكنية بين متضررة بالكامل ومتوسطة التضرر ومتضررة بشكل خفيف وعم نحكي باقتصاد منهك تتجاوز خسارة الخمس مليارات دولار 3500 قتيل 10 ألف جريح ووائم إلى ما ذلك هل هذا هو المعيار أو المعيار التاني أنه سينا عم ندخل صاروخ على إسرائيل وصلت على تل أبيب وما بعد تل أبيب هذا كله بدك تطلع أنت إذا بيفيدك أو ما بيفيدك بعدين أنا بالنسبة له ما عم بيفيدني إذا بيستهدفوا تل أبيب أو بيستهدفوا عكا أو شو ما يعملوا لأنه لبنان حاليا مدمر وبلدي محاصر ومواطنين يقتلوا ويستهدفوا في كل الأراضي اللبنانية وكل الأراضي اللبنانية معرضة ونحن كلنا حطين إيدنا على قلبنا بس عم نكون متنقلين ليلا نهارا هل هذه العيش اللي بدنا إياها هل هذا هو الربح يلي نحن متوقعينه أنا بالنسبة له هذه خسارة للبنان واللبنانيين بالنهاية الربح أنه نحن نكون بشراكة حقيقية أنه لبنان يكون قوي اقتصاديا أنه نرجع سيادة لبنان يلي هو تحكم الدولة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية وكل أسلح يكون بإيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية هذا هو الربح بالنسبة للي الربح أني ما شوف بقى حدا عم بيموت الربح أني شوف اقتصادي عم ينمى والجي دي بي طبعي الناتج المحلي عم يعلى هلأ ما حدا عم يعف يحسبه على فكرة ساعة بيقول 25 مليار بس عمليا إذا بدأك تفوت بالعلم الاقتصاد ما فيك تحسبه بالحرب وبالتالي أنا بدي اقتصادي يصار للمئة مليار لأنه لبنان قدر يكون ناتجه المحلي مئة مليار دولار وبالتالي من المئة مليار دولار قدر ترجع عموال المدعين قدر تعمل إعادة هيكلة مصارف وتقوي مصرف لبنان وتعمل اقتصاد واستثمارات وتجيب استثمارات من بره وتقوي السيولي بلبنان هذا هو لبنان اللي أنا هنفكر فيه بدي ألفت كمان إلا أنه بما أنه عم بنحكي عن شر أوصر جديد يعني كمان شوي مجلس الأمن الوطني العراقي بيقول قرار السلم والحرب يجب أن يكون بيد الحكومة لوحدها وسنلاحق أي نشاط عسكري خارج إطار الدولة خارج إطار الدولة يعني هذا بالعراقي يعني نفس التعبير طبع لبنان يعني هذا هل يتورا كمان رح يشملون نفس الشيء بالعراقي؟ أنا بطلب من الحكومة العراقية ياخدوا قرار وطني وتاريخي يلغوا أي دولار بالموازنة للحشد الشعبي وهيك بيكونوا عم جد عم بحقيقوا يلي عم يطلبوا لازم يكون كل شي تحت سلطة الجيش العراقي في عندك موازنة رهيبة للحشد الشعبي العراقي وبالتالي هذا يتناقض مع تطلعاتهم وستراتيجياتهم أنه يكونوا مسكين بإيد زمام الأمور وتكون خصوصا المواضيع العسكرية والأمنية اليوم خلصت بقى هايدي نظريات هايدي أمنيات كون هايدي أمنيات يعني أمنيات طريقة سياسية لا لا عم نشوف أنه ما بقى في حل لك بار إليميناسيون عم نصير عم نروح باتجاه أمنياتنا كمان كانت أمنياتنا نطلع السوري من لبنان كان حلم وكان حلم عارفينه ومش حيتحقق بس السوري جار الإسرائيلي محتل غريب بس حزب الله ابن البلد يعني حزب الله معه سلاح بس هو ابن البلد نحن عم نحكي عن سلاح حزب الله أنا ما بدي طلع حزب الله من البلد أنا بدي طلع سلاح حزب الله خارج البلد أنا بدي رجعه من مطرح ما أجه عودوا إلى حيثوا قاتيتم إن كان الجيش الإيراني الموجود في لبنان وسلاحه وأجهزته والبيتجر طبعه كلكم نرجعوا لبرا نحن بدنا ضل يا حزب الله وارجع للدولة لمنطقة الدولة لمنطقة المؤسسات خلينا نعمر بلد سوا خلينا نرجع للرجالات الشيعية اللي كانت موجودة بهذا البلد مثل حسين الحسيني مثل قزم الخليل مثل كل هذه الشخصيات مثل كامل الأسعد يلي طلع تحت الأصف طي ينتخب بشير الجميل وطهم إنه تحت الدبابات الإسرائيلية بالعكس طلعوا من الطواقف السنية والطواقف الشيعية أكتر من اللي كانوا مسيحيين بقى كرميل هيك نحن نتمنى عن تكون نرجع للشراكة الحقيقية وهيدا اللي بدنا إياه أنا بهمني آخر شي إنقل هيدا البلد وسلموا لأجيالنا لأولادنا ولأحفادنا بلد معافة بلد عنده نهوض اقتصادي وبركز على كلمة الاقتصاد لأن الدولة القوية هي الدولة القوية اقتصادية وليس عسكرياً تشتغل بره بالإمارات وشتغلها كونيكي وبتعرف ده مفهوم الدولة أساسي وده الدولة قادرة تحتضن طبعاً والدولة القوية هي الدولة القوية اقتصادياً مش عسكرياً السيد أديب كمان يعني ما عندك قلق إنه هلأ إذا وصلنا لواقفة لأنار يعني وتأمن الجنوب اللي طاني نصحب حزب الله استلم الجيش واليونيفل نفوت على الداخل ويصير في مشاكل بالداخل فريق بدي أقوله لحزب الله أنك أنت لأ أخسرت حزب الله بدي أقول لأ أنا أساسي أنا أحميد لبنان وساعته المشكل اللي كان بالجنوب يصير المشكل بالداخل عندك شي قلق بهذا طبعاً في قلق وهذا قلناه كذا مرة في خوف أكيد كرميل هيك اتكالنا على الجيش اللبناني إنه هو يمنع هذا الانقسام الداخلي من إنه يتحول إلى عمليات عسكرية داخلية وبالتالي حرب أهلية هلأ بالمبدأ بل عم نشوفه في وعي داخلي وهيدا تجسد بالاحتضان لأخويننا بجنوب والإبقاع بمناطقنا وبجميع المناطق اللبنانية هيدا بيّن عن وعي هيدا بيّن عن حس مواطني وهيدا موضوع كتير مهم ما بقنا عم نحكي بسني وشيعي ومسيحي ومسلم هيدا طلعنا منه وبالتالي هيدا بوادر جيدة لعدم انقسام المسلح بلبنان هلأ فوق هيدا في شغلتان لازم نأمنون إنه نعطي غطاء سياسي أوي للجيش اللبناني ونخلي الجيش اللبناني قوي وهون بيجي أمور مثل التمديد والتسلح وتجهيز الجيش وموضوع تاني استابيلة السياسية على استقرار السياسي بانتخاب رئيس جمهورية وبتغيير هذه الحكومة ويصير في حكومة قوية إصلاحية إنقاذية تجي تستلمز إمام الأمور وتعين فئة أولى وتانية وتالتة على أساس الكافاءة على أساس المريتوكراسي اللي نحن بنحلم فيها هيدا الحلم تبعي الحلم تبعي أن يكون الشخص المناسب بالمكان المناسب ويطلع الشخص بالتدرج ويصال للمرحلة اللي بده هي مثل اليس ساركيس يعني بدنا نمط اليس ساركيس بجميع الوظائف بلبنان من موظف دولي لحاكم مصر في لبنان لرأي جمهورية مرشح أول مرة خسر تاني مرة ربح هيدا هو لبنان اللي نحن بنفهم فيه سيد أديب بس أنه اللي يقول بعض طالما بلش ينحكي أنه يمكن أنه والله في دور جديد لسوريا برك البعض يمكن يقول من الدول العربية أنه قد كانت سوريا باللبنان كان كل شيء طعب سرعا كانوا ينتخبوا رئيس أو يمددوا لرئيس أو أنه يقلفوا حكومة أبعد مرة طوالت ثلاثة أيام بركي أنه إعادة تلزيم سوريا سياسيا من أجل أنه تتسهل الأمور وتخفف من خلافات اللبنانيين لا بين أنه نعلق بعضنا داخليا ونأجل انتخاب رئيس وبين أنه يجي السوري يتحكم فينا وهو يقرر بسرعة ويجيب لنا حيالا رئيس لا خلينا باللي نحن فيه نحن بنعرف نزبط حالنا نحن بنعرف نهندس حالنا نهندس هذا البلد عن جديد ونحن واثقين أنه السيادي لا تموت لأنه هي موجودة أصلا هي من نزج الدستور ومن وحي الدستور هي السيادي الكاملة أي عنصر خارجي داخل لبنان إن كان سوريا أو إسرائيلي أو أمريكي أو أي شي منه أو سلاح خارجي إيراني هذا كله نحن ما بنقبل فيه خلينا بمصيبتنا نحن من حلة وما بدنا حدا يتدخل فينا عم تحكي عن بسياء الكلام أنه عن دور مهم للجيش اللبناني وعن التمديد لقائد الجيش في اقتراح قانون قدموا القوات اللبنانية للتمديد لقائد الجيش يعني ما في اعتراضات إنما في تمني من كتل أخرى أنه يشمل التمديد مختلف قادة الأجهزة الأمنية ويمكن نعم ينحكي عن اقتراح قدموا الأعتدال الوطني أو بدوني قدموا بهذا الإطار اليوم قدموا قدموا اليوم بقى شو بتشوف كمان مثل عملنا سنط الماضي رح نرجع نعمل للسنة نفس الشي حيمدد لقادة الأجهزة الأمنية أنا طبعا كنت بتمنى أن يمشوا بالاقتراح اللي أنا السرطة موجود بالمجلس النيابي وهو التمديد لجميع الضباط يكون كافة بس طبعا أنا بعرف أنه بالأمر الواقع وواقع الحال بهيكلية الجيش اللبناني حاليا وعديد ضباط وخصوصا الفئة الأولى يعني عمدة وقزة فيه كمية كتير كبيرة وبالتالي أعتقد أنه لن يمر إلا اقتراح التمديد لقادة الأجهزة الأمنية وطبعا قادة الجيش معهم وهذا هو اللي بدنا يجب يعني مثل ما صار سنط الماضي أنه فيه فريق رح يكون معطرد يعني يمكن يكون حزب الله وتيار الوطني الحر معقول حركة أمل تقبل حركة أمل حتقبل رح تقبل طبعا ما عندهم مشكلة طبعا يعني البعض قالوا يعني عم بيقولوا أنه يمكن هذا التمديد الهدف منه أكيد هو نيتو إيجابية أنه والله ده القائد الجيش خصوصا بفترة الحرب ولكن الهدف منه إبقاء حظوظ قائد الجيش مرتفعة واليوم عمين حكى البعض أنه لا خلاص بركي أنه قائد الجيش بيصير برة وسلمان فرانجي بيصير برة كمرشح يعني منفتش على أشخاص جديدة شخصية وسطية ساعتا بيكون الجميع راضي لن يغير خائد الجيش لأنه ما في بديل لأله الجيش عنده خصوصية في هذا البلد وهلأ بزمن الحرب عنده خصوصية أكبر يعني مع ثلاثة نجوم وبالتالي لا يمكننا اللعب في استقرار الجيش وبالتالي استقرار البلد يلي شفته برغم كل هالضربات اللي عم بتصير الساق مستقر داخليا والساق الحمد لله عم نقدر نجي من الكورة اللي عندكم على استيديو بوجود وحماية الجيش اللبناني وأجهزته وطبعا القوى الأمنية يلي منوجه لها التحية وبالتالي تنخلي هيدا الاستقرار ما عنا حال تاني إلا نروح على تمديد لقائد الجيش ليه لأنه البديل عن قائد الجيش ورئيس الأركان رئيس الأركان في خلافة عليه اليوم لأنه وزير الدفاع ما مضي المرسوم وبالتالي ممكن تكون مادة خلافية نحنا كمان ما بدنا ناخد ريسك فيها فإذا ما في حال تاني إلا أنه نمدد للعماد جوزيف عون ولقادي الأجهزة الأمنية التانيين وبالتالي نمشي باستقرار هذه المؤسسات يلي هني هلأ الركيزي الأخيرة العمود الذي كلنا نتكل عليه كرميل نظل ماشيين باتجاه إن شاء الله البلد الجديد اللي نطرينه بس السيد أديب عم تقول لي أنك والله أنت جيت من الكورة رهوني وفيه استقرار والجيش مأمن الاستقرار بس تلقى سهام الجيش أنه صار فيه انزال بالبتروم من حوالي الأسبوعين والتهم أنه الجيش تقاعص أنه ولو إجه الإسرائيلية على شاطئ البتروم ومنطقة آمنة ما قدرت الجيش تكشف هذا الإنزال وفيه سهام كانت طالة الجيش وقائد الجيش أنه كان لازم يعملوا أكتر من هيك أنه كان لازم إذا كيف بده يقدر الجيش يستلم جنوب طالما أنه عملية صغيرة ما أشعى أو ما انتبهنا هلأ وقفت على هيدا الإنزال والإسرائيلي لح يصير لح يقطع اللي طاني بعد شوي ما هو موجود هلأ بالقرى وعم بيفوت وعم بيفجرها وعم بيدمرها وهذه كل مرة خزق العلم اللبناني يلي ما شفت كتير ناس علقوا على هذا المشهد وأنا هذا المشهد أكتر مشهد استفزني أكتر من الإنزال عبر التاريخ الإسرائيلي بيعمل إنزالات بلبنان وفي وقائع من حرب تلاتة وسبعين والإسرائيلي الإسرائيلي عن يعمل إنزال هلأ أنا ما عم برر له طبعا لكن بالنهاية في عمليات عسكرية عم بتصير على لبنان في عمليات عسكرية عم بتصير على جميع الأراضي اللبنانية في استهداف لعيده في استهداف لعكار في استهداف لجبال وبالتالي الاستهداف هو استهداف إن كان عملية إنزال أو إن كان صاروخ أو إن كان تجسس هذا هو عمل عدواني وبالتالي تعددت الوسائل لكن العدوان واحد وما بدنا نقاف على هذا الموضوع الجيش اللبناني يحمي لبنان بقدرته يحمي لبنان بدمائه لكن نحن ما فينا نحمل الجيش اللبناني وزر آلي قاتلي مثل الجيش الإسرائيلي اللي هو من أكبر جيوش العالم وأقواها عسكرياً وتجهيزياً وتكنولوجياً وبالتالي هذه الحقيقة بما أنه الجيش الإسرائيلي هل قد قوي تسليح الجيش دايماً كان يأخذ حزب الله على كل المعنيين بالدولة إنوان التسليح إنو كيف الدول الجيش يواجه إسرائيل ومنه مصلح اليوم هل أمريكا رح تعطيه السلاح اللازم هل دول الغرب رح تدفع أو لبنان منه قادر هل بعض الدول الخليجية معقول تساعدنا من أجل تسليح الجيش وتقويته وتقويته زيادة عديده يا سيد الكريم ولو جهزوا الجيش حرام هالمصار يعطونا إياها كرمان أو الاقتصاد قد ما يجهزوا الجيش اللبناني لن يقدر إنو يضاهي الجيش الإسرائيلي هي الدول العربية كلها اجتمعت على إسرائيل بحرب سبعة وستين بحرب ثلاثة وسبعين وخسروا نحن أقوى من الجيش المصري أو من الجيش الأردني أو من هذه الجيوش مجتمعة يا إذا بدون يواجهوا إسرائيل يا بدون يصير فيه واحدة عربية عسكرية مثل درع الجزيرة الموجود بالخليج أو واحدنا أكيد ما فينا نجابه ولو سلحنا الجيش الجيش مهمته يحفظ الأمن الداخلي وأمن الحدود ويطبق الهدن هذه هي عقيدة الجيش اليوم رؤساء الاستقلال أو حكومة الاستقلال اللي نشأت أيقنت منذ فجل الاستقلال إنو نحن ما بدنا نحارب إسرائيل وهي قررت إنو تعمل هدن معه بالتسوأاربعين وحملت هذا الجيش هذه العقيدة يلي نحن ورتناها ونحن بدنا نحافظ عليها إذا اليوم عن جد بدكن الجيش اللبناني يقاتل إسرائيل لغو هذه الهدنة خلونا نشتغل على عقيدة قتالية جديدة وساعتها نعطي الغطاء العسكري للجيش بس ما هذا هو العقيدة اللي عطينا للجيش اللبناني لاتفاقية الهدنة بسوريا شو كان أصدق يعني نعم أعطيت تشبيه لاتفاقية الهدنة بسوريا شوف ما أحلاهم لا بيتحرك شو ببعض اليونفل حتى أنا يعني في ناس يمكن ما بتعرف إنو في يونفل كمان بسوريا قوات الأندوف نعم يعني ما بتعرف إنو في أمم متحدة بسوريا وهي لأنه ليه لأنه عن جد فيه هدنة حقيقية للأربع وسبعين تتشوف إنو الهدنة والسلام هو قرار سياسي وليس قرار عسكري وقتها بدك تفوت بالميدان والعسكر بصير بيء أقوى من بيء لكن لما عم نحكي بهدنة طويلة الأمد هيدا بده استقرار سياسي وبده قرار سياسي كبير وبده يكون في إيرادة وطنية إنو نحن نحافظ على سيادتنا إذا لقين سيادتنا إنو هذه الهدنة هي الورق الرابحة بنا نمشي فيها مش بنا نروح نعمل عناتر ونأكل قتلي بعدين يعني برأيك هيدا هو الاتفاق الأفضل هو العودة إلى اتفاقية الهدنة مع إنو البعض بيقول إنو من التسعة واربعين للسبع وستين صار فيها خرقات صغيرة يعني ما كانت إنو أربع خرقات أو أو شيء يمكن صار فيه جرح أنا ما عمقول إنو هلا ما عمقول إنو إسرائيل الوضع الحمل الوديع أبدا ولا عم دافع عنا لكن أنا اليوم لما بدي قارن الموضوع نسبي يعني الموضوع ما فيك تكون ما فيك تكون كامل الموضوع نسبي مقارنة باللي نحنا أحصلنا عليه قبل لا اللي حصلنا عليه قبل هو الأنسب وإذا بدنا نقارن حالنا بسوريا لا اللي عملته سوريا والأردن ومصر هو الأنسب هلا بقوا عملوا اتفاقية السلام هلا نحنا اتفاقية السلام نحنا لا نطلب هلا سلام أو تطبيع نحنا طالبين هدنة علياه بعدين إذا صار فيه بده يصير فيه تطبيع مع كل الدول العربية خلينا آخر ناس نطبع لكن نحن هلأ أقله نحن بدنا هدني أنا وقتا بشوف أنه فيه واحد أزعر بالحي عندي وأنا بيه استاذ مدرسي ما بيعرف يقاتل أو ما بدي يقاتل فيه قاتل بس هو عنده أولوية يحمي بيته بفضل أنه يتجنب هذا السكران وهذا الأزعر الموجود يلي هو أقوى مني على الأرض بتجنب وبيعتبره غير موجود وبعمل هدني معه وبلاقي طريقة أنه أنا أحمي بيتي الداخلي وما أتعرض له وما حركش فيه طب اليوم إذا بده يصير فيه شرق أوسط جديد هل تخشى سوريا أو غير سوريا يرجع حدا يحط يده على لبنان يرجع حدا أنه بيقلك هذا البلد الصغير أنا بدي يكون دور فيه يمكن أمريكا يمكن فرنسا يمكن السعودية يمكن تركيا ما بعرف أي بلد لأنه نحن للأسف يعني فيه فئات بلبنان يعني ملنا مجموعين هاي الفئات كل واحدة عندها تبعية لدولة لك خلينا نقارن باتفاق الطائف خلينا نقول أنه اليوم فيه شفت شبيهة تقريبا وقتها كانوا اللبنانيين عم يتقاتلوا مع بعض وطلعوا من حرب الأهلية عملوا اتفاق الطائف وراحوا على لبنان جديد شو صار يومتها لأنه اللبنانيين أو الأطراف كلها كانوا منها كين عسكريا فيه مين تهجر فيه مين ما قبل فتح الحبس فيه مين فيه مين ما عد موجود النفية وبالتالي فقد مكون كبير يعني هون مكون المسيحي من وجوده في لبنان وتسلم اللبنان إلى الوصاية السورية اليوم هيدا الموضوع غير موجود اليوم هؤلاء الأفريقاء بغض النظر موجودين قاعدة شعبية كبيرة لبل كتروا لأنه اليوم صار فيه كمان فوق هادي صار فيه أفريقاء موجودين طلعوا شي مستقل شي أحزاب جديدة بيانت المهم هادي الأفريقاء نفسهم اليوم هني قوة صارت تاريخية بالبلد نكا عم بيحكي القوات طيار الوطني الحور كل هادي الأحزاب الموجودة وبالتالي مش هاين اليوم تقطع وصاية مثل الطعطة باتفاق الطائف يلي كانت بغطاء عربية ومتها وكانت ببيعة أمريكية لسوريا بس شفتنا اليوم كان لقاء مهم بين الملك السعود ولي العهد السعود وبين الرئيس السوري وعن بيرجع يجيبه الرئيس السوري على أحضانه باعدوه شوي عن الحضن الإيراني أيها في فرق أنه اليوم عم بيجيبوه مش طيب بيعوا لبنان عم بيجيبوه طيب بعدوه عن إيران تماما كما قلت وبالتالي وبالتالي وجود سوريا داخل المظلة العربية من جديد بده يعطي استقرار في المنطقة هو كلنا بدنا استقرار في المنطقة هادي حتكون السياسة الأمريكية وهادي السياسة الخليجية وهادي حتكون السياسة الأوروبية خلق منطقة استقرار بالشرق الأوسط لأنه الشرق الأوسط حيكون هو نهاية الخط الاقتصادي يلي مبلش من الهند هذا الكوريدور الكبير يلي كمان بدون إيران تكون موجود فيه وحنشوف أنه إيران حتكون موجودة فيه بعد ما يعملوا سلام مع ترامب إذا عملوا سلام وبالتالي هيدا الشرق الأوسط يلي عم نشهده يلي هو يعتبر 54% من الخزان النفطي الغازي بالعالم هيدا ركيسته كتير مهمة لتأمين سلامة الطاقة بأوروبا وتأمين كمان الاستقرار وتأمين أكيد سلامة إسرائيل وبالتالي لابد وأنا عم شوفها واضحة لابد من هذا الاستقرار يكون موجود كرميل العجلة الاقتصادية العالمية لأنه هي أنها كتأل كل اليوم حتى أمريكا حتى روسيا الكل منهكين من الحروب والكل منهكين من الحصارات والعقوبات يعني إيران عندها 20 ألف عقوبة اليوم وهلأ جاي ترامب كمان بده يدوب لهم إذن اليوم هنطلع من منطق الأزمات أو زمن الأزمات أنا رأيي إلى زمن عجلة الاقتصاد وبالتالي هذا يلزم استقرار سياسي عم تحكينا بمنطق الخليج ممكن تأثرت في هل سهل تطبيقه هيدا النموذج هيدا النموذج الموجود وبالتالي إذا بتشوف الخليج كيف كمان انفتحت حتى على إيران أنه ليك بدي يعطيك مسألة الإمارات أنه الإمارات من نجارتها لإيران والإمارات ما عندها خلاف حدودي مع إيران وما عندها جزر محتلة مع إيران وبالتالي هي اختارت الطريق السلمي والطريق الزكي كرميل ترجع تأوي حالها وما تفوت بصراعات مظبوط مهمة لألا لكن إذا بدت آرن بين أنه الإكمال بمسيرتها على اقتصادية والدخول بهذه الصراعات الضيقة حتخسر بكثير من أنه ولذلك أكملت الطريق وشفنا على الاتفاق الإبراهيمي يلي كمان أول الإمارات واليوم أدنك موجودة بحقه الإسرائيل وبالتالي طبعا هذا هو المنطقة الصيادة اللي عم نحك فيه هلا هذه طبعا شأن خليجي إمارات هكش شافوا أنه لازم يعملوا أنا معا مقول نعمل نفس الشي لكن كمان بدنا ننظر لنظرة أنه شو الأنسب لبلدنا شو مصلحة بلدنا العليا السياسية والاقتصادية والاجتماعية تقتضي نحن عنا سروات غازية مثل ما إسرائيل عندها اليوم إسرائيل صارت تاني أكبر مصدر للغاز بالشرق الأوسط ونحن أسينا لهلأ ما شمينا ريحة الغاز وبالتالي شوف الهو ما بين وين وسط تجارتنا اللي منعتبرها عدوة والعن بتحاربنا هي مش أوية بسلاح هي أوية بالاقتصاد كمان 550 مليار حجم اقتصاد يعني 651 وصل آخر سنة سنة الماضية 651 مليار جي تي بي لإسرائيل بينما نحن السنة بين العشرين والسبعة تشوف الفرق بيننا وبينهم مع أنه نحن قدرات في صناديق لبنانية عالمية اليوم اليوم بعتونا رسالة بهدلونا فيها الدياسبورة اللبنانية المقتربين اللبنانيين قالوا أنتو يا نواب شو عمتو خدوا قرار لأنه نحن المصاري عنا نحن الاستثمارات عنا نحن منقدر نقوم لبنان ما بدنا مصاري من حدا بس بدنا يكون في استقرار بدنا استقرار سياسي وبدنا استقرار مالي وبدنا استقرار اجتماعي وهذا بدنا نركز عليه بدنا بقى نفوت بصراعات القوميات وصراعات الاتميات والطوائف والطوائف اللي خربتنا عبر 75 سنة ولا هلأ اليوم السماح صلنا عشي لا حررنا فلسطين لا بالعكس فلسطين بلعوها ولا قدرنا حررنا حالنا ولا قدرنا عمرنا دولة ولا قدرنا عملنا شي بدي اجه معك شوي لإيران يعني هل ياتورة إيران ستقبل بسهولة التحول من مرحلة أنه هي عندها حلفاء أذرع قوى عسكرية لألا بأربع خمس دول إلى أنه هل فقط يبقوا حلفاء السياسيين أنا رأي التالي إيران اليوم هي قوة اقتصادية هائلة لكن منهكة هي قوة اقتصادية هائلة لكن لم تستعمل بالكامل يعني استعمل يمكن 20% من اللي هي قادرة تعمله هعطيك مثل وعند أجه ترامب بأول عهده العهده الماضي نزل نزل الإيرادات النفطية الإيرانية إلى 250 ألف برميل باليوم فقط بينما ببايدن رجعوا وطلعوا وتنفسوا شوي صحيح ترامب واضحة سياسته أنه بدوا يرجع على العقوبات على إيران وخصوصا العقوبات التي تتعلق بتصادرات النفطية وهذا سيوجعون كتير أنا رأيي وبمعرفتي كمان بحقول النفط بإيران وحجم الاقتصاد الإيراني التوتال واحدة وقتها عملوا الاتفاق النووي بأوباما بس توتال مضي تكونترا واحد مع إيران ب57 مليار دولار 57 لما شيلوا العقوبات كلنا اتجاهنا حول إيران حول إيران لأنه هونيك الانفستمنت قد شركات الطيران للمدني يعني كان بوينج وإيربيستور يتنافسوا وبواخر ونفط وإنشاءات وإنشاءات مرافق جديدة ومصافة وإنشاء حقول نفطية جديدة هذا كله وقف وأنا برأيي إنه إيران كمان المحجوزي أموالها بالعالم والمنهق اقتصادها واجتماعياتها صفر أنا برأيي إنه إذا قدر تلاقي الديل المناسب مع أمريكا أي طبعا ستتخلى عن أزرعها وخصوصا لما شافت إنه أزرعها ما قدروا غيروا مصار الحرب اللي عملتها إسرائيل يعني حتى بالميدان أنا عم بحكي على شافت إنه ما قدر توصلت لأي مكان وبالتالي الاتفاق قاتل لمحال هيده من الناحية الاقتصادية الرؤية السياسية يعني يوصل بأقل قدر من الضحايا والخسائر يعني ومن ناحية السياسة العقائدية واضح كمان إنه هنروح بنتغيير من حلف أقليات إلى حلف وطني وحلف ذو مصالح مشتركة بدنا نطلع من هذا المنطق الفاشل يلي هو حلف الأقليات يلي خربلنا بيتنا وخربلنا كل أجيالنا وبالتالي نعم أنا مقتنع إنه إيران ستتخلى وحتعمل الديل وستتحول إلى قوة اقتصادية وستكون كمان شريك بالقوة العالمية الجديدة يعني الشيء اللي بلشوه برعاية صينية سعودية وإيران اللي اليوم كان إجتماعي كمان رح يكفي ويتوسع أنا واثق من هيدا الشيء وأصلاً عم نشوفها المفتاح كمان الليوني العربية مع إيران كمان اللي كنا اللي بلشنا نشوفها كمان هيدا تعطيك كمان مؤشر إنه إيران بدون يجيبوها لكن ما بدون نجيبوها بشروطها بدون نجيبوها بشروط إنه يلي هي المحافظة على الاستقرار المنطقة استقرار المنطقة يقتضي إنه يكون في سلام بس سلام حقيقي سلام وهون أنا يعني كتير مهم اللي عم يطرحه الرئيس ترامب وكتير مهم الماشي فيه المملكة العربية السعودية عني يعملوا شي المملكة العربية السعودية كتير مهم ولازم الميديا تركز عليه وهو حل الدولتين هني عاملين حلف عالمي لحل هيدا هو المهم مهم إسرائيل توافق سيدا ديبي هي إسرائيل اللي عم تعرف ما بعرف كيف هتوافق إذا توافق أو ما توافق لكن مهم يكون الضغط ويكون هذه البوصلة اللي نمشي فيها بصلا جاي ترامب جايب معه وزراء وجايب معه مجلس إدارة ومجلس أمن قومي وسفرة هون وهون كلهم حلفة لإسرائيل بس ما تنسى أنه ترامب ما حل الدولتين صحيح مع الحل ما جايب ناس بيقره بيقره قيام الدولة أحدهم للأسف سمى الفلسطينيين حيوانات أكيد أكيد بس هذا كله حي يتغير هلأ بالنهاية ترامب هو مقتنى بحل الدولتين هلأ طبعا حل الدولتين اللي كان طارحوا قبل ما كان مقبول من الفلسطينيين هيدا بدوا لكن بالنهاية ما رح يمشي إلا حل الدولتين لأنه هيدا بيولد الاستقرار اللي حكيت عنه ما كمان تتولد استقرار ما في كمان تترك بؤر ساخني وما في ونطقه إسرائيل سيدة بالمنطقة كمان منه هلأ إسرائيل تفرضت حالها هي سيدة بالمنطقة هي فرضت حال مش عزون تفرضت حالها على دنيا هي الأولية هي الأولية عسكريا هلأ عم بتكون الأولية اقتصاديا وفي عندها باكاپ أمريكي أوروبي مش طبيعي مش طبيعي يعني شوف كل شي صار هلأ مين عم بيمولها بالأسلحة مين عم بيمولها بالمعداد بالمصاري حتى الترسين الأمريكي على المضادة للصواريخ الباليستية ثاد موجودة بقلب إسرائيل بكرو أمريكي حتى عم ينقل أنه اقتصاده بس تراجع بنسبة 15% يعني مش أكتر بيظل الحروب وهيدا شي يعني ليك أنا تابعت الاقتصاد الإسرائيلي طبعا أنا تتابعه من ناحية النفط لأنه دايما البحر هو بيعطيك الانديكيشن لكل شي هو بيشغل كل القطاعات الأخرى قطاع النفط أنه اللي صار معهم أنه وقفوا كذا يوم وفي عندهم اكستنشن بدهم يعملوه كانوا بحقل تمارا بكلفة 500 مليون دولار هذه هيك الآن نعطيها للممانعة هدية أنه أثروا فيها هذه وقف هذا الاستثمار أجلوه أجلوه لسنة الجي والتكلفة صارت 630 دولار يعني بدون يتكلفوا 130 مليون دولار بس ما في مصانع سكرت ما في زراعات ما في حقول وقفت صراحة مش كتير مش كتير مبارح اي بي ام افتتحت بدت تفتتح مصنع بقيمة 25 مليار دولار بإسرائيل ما في هيك صحيح في خوف وفي تردد مثل ما عطيتك مثل كيف ببروجيه واحد وقفوه وقجلوه وصار غالي عليهم لكن بالمجمل كل هذي عم بيعوضوها من بره يعني في مين بيمولهم في مين بيطبع لهم دولارات نحن الفرق انه نحن بدنا نتكيبر وبدنا نسب العالم بدنا نعمل لبنان بعزلة وبدنا نسرق الدولة والعالم والمدعين وما في مين يعطينا دولار اكتر شي عم يعطونا هلأ صندوق حليب وحصص غزائية لا تخذني لا تخذني مثل الشحادين مشان هيك مشان هيك عندك دولة منهارة اقتصاديا وسياسيا وبعزمة اقتصادية سياسية ونقدية ومالية ومصرفية وبيحرب مقابل قوة كبرى اقتصادية في وراها امريكا وفي وراها المانيا وفي وراها دول كتير وهي اصلا قوية اقتصاديا مثل ما انها نتجة المحلة 650 مليار دولار وهي تاني اكبر مصدر للغاز بالشر الاوسط وهي هلأ حاوي على اكبر مخزون غاز موجود هون بعض مصر فايزا شو عم نحكي نحنا عشو عم نتشاطر نحنا ما عم نعرف نعمل مؤسسات نحنا ما عم نعرف نوزع اغاثات يعني حتى بهذه الازمة وقتر خيره الوزير ناصر يسين بس الحجم كبير يعني اكتر مليون ومتان الف نازح بيانتهم بقلب لبنان 900 الف بيانتهم 280 الف بالمدارس حملة كبيرة على الدولة اللبنانية ده بدأ استيز يازبك وقتا بتكون انت عندك السيستم ان شاء الله بيكون عندك مليار نحنا اكبر من الصين مش مهم العدد مهم اذا انت عندك سيستم او ما عندك سيستم عندك ماشي بحوكمة صحيحة وعندك ناس اوفية وعندهم ولاء لها البلد ومش حرامية او ما عندك هيدا هو المهم مش مهم ادي عندك عدد مهم كيف تشتغل بأي طريقة طب يعني اليوم بتشوف انه الكلام اللي كنا نسمع وقبل من بعد 91 وقت صار فيه مفاوضات مدريد كان فيه بعهد الرئيس الياس الهراوي كان يقول لبنان اخر بلد يوقع مع اسرائيل يعني اذا مشينا بهذا المنطن واخر دولة بتطبع اذا بدأ نوصل الى تطبيع مرحلتنا الاولى هي تكون اول شي اتفاقية الهدنة هيا بتكون المرحلة اللي جاي وساعته حزب الله بود يفوت على الدولة هل بسهولة رح يقتني انه يفوت على الدولة يعني هو موجود بالدولة بس يفوت سلاحه على الدولة اصلا ما تبقى ننسلاحه يفوت على الدولة اللبنانية ما بقى عنده حل استاذ يازبك تبه يعني اليوم اثبت حزب الله انه لا يقدر ان يدافع على لبنان مع ان ننتبه من ميلي تانية بدنا نميز بين القوة السياسية العسكرية انتر برانتاز لحزب الله بين هالمقاتلين القاعدين بالجنوب بالفعل عم بقدموا عم بسطروا نعم اعمال بطولية ونحنا شايفينها وصدقني نحنا مأهورين انه في شباب عم بتموت صح يعني يعني انا عم بحكيك بمنطق معتدل وانا شايف شو عم بصير لكن انا ما بدي حدا يموت بقى انا ما بدي بقى افوت بصراعات انا مخصني فيها والاكتر من هيك انا ما بدي بقى طرف لبناني مين ما يكون يسلبني قراري او انا يمنعني بالمشاركة بهذا القرار هيدا الاهم من اللي عم بسير نحنا هلأ بس العالم عم تركز انه هيدا عم بيموت هلأ عم نبعد صاروخ انا عم بحكي بغير منطق انا عم شوف الامور من مكان بمنطق مؤسسات منطق دولي منطق سيادي هاي السيادي اللي عم نحكي عنا سيادي انه انا طبق السيادي لجميع ابناء بلدي شيعي وسني ودرزي ومسيحي ومين مكان انا انا منطقي اني انا ابني مؤسسات واني يكون في منطق دولي ماشي واني يكون بدولة قانون دولة قانون هذا التورم اللي لازم نستعمله يعني كلنا تحت سقف القانون وانا يكون مستويه بهذا البلد من مستويك ما يكون في درجة اولة ودرجة تانية ودرجة تالتي كون نحنا كلنا على نفس المستوى تحت سقف الدستور لك انا ما بعرف ليش عندي خاصي بحمل الدستور اللبناني وانما اروح لانه هذا هو انجيلي هون بهذا البلد انا بديني الانجيل هو كتابي لكن انا ببلدي فقط الدستور اللبناني واؤمن بالدستور اللبناني وهذا اللي لازم نقرأ وليزم بس نطلع بالدستور لانه هذا اللي بيجمعني محظم الله ليش شيء اخر مش سلاحه اللي بيجمعني معه الدستور اللبناني والعودة الى المؤسسات والقانون استاذ قديب يعني بدنا نشوف هالرئاسة يعني صار لنا سنتين وسبعين ثلاثة من دون رئيسة جمهورية يعني هل يا ترى قربت ولا انه بس فيقف بطلق نار رح تتدحرج الحلول كلها ايجابا منشوف رئيس بعد كم ايام او كم اسبوع منشوف بعدين حكومة بسرعة شو شايف هلأ لو الطرف الممانع بده هلأ لازم ننتخب رئيس هلأ بدك رئيس لانا هلأ عبت فاوض هلأ اليوم انت بمرحلة انتقالية للبلد بمرحلة كتير خطرة وحساسة على مستقبل البلد ومستقبل ابنائه وسياته هلأ بدك رئيس جمهورية هلأ بدك شراكة هلأ ما فيك تتفرد بالقرار لانه يمكن اي شي عم تعمله غلط واي شي سيبنى على الغلط ما رح يقدر يكمل وبالتالي هلأ بدنا رئيس جمهورية لك اذا بدي نروح بمنطقة الرئيس بريالي قال اول ما يقف اول ما يقف النار انا بدي روح لرئيس جمهورية خلينا نشوف يمكن صير في وقف اطلاق نار هلأ قريب هل سيدعو الى جلسة رئيس جمهورية او بدنا نفوت بعزرتين او بدنا انتخبوا رئيس جمهورية طالعين من حرب هالقصة بنانون قسم اكتر بكرة بيعطوك مئة عزر كرمال ما ينتخبوا رئيس جمهورية ليه لانه ما بنا ما رح يجيبوا رئيس جمهورية اللي هني بالدنيا وبالتالي للأسف للأسف انا باعتقد نحنا كمجموعة نواب صار لازم ناخد حلنا بقى ناخد موقف حقيقي من هذا الموضوع هلأ انتوا بعدكم يعني واحد وثلاثين ما زدتوا يعني هل موقعين على يعني عريضة محددة في كتير نواب آخرين ما نضول للكون يعني ولانه بهذا الموضوع موضوع الرئاسي ما ضروري بس هل النواب الآخرين موافقين هيك نضل بدون رئيس جمهورية يعني هل معقولي مثلا هلأ اليوم عم نفاوض على على شيء كتير كبير شبيه باتفاق الطائف شو يعني انت اليوم متخلص حرب شبيه بالالف وسبعمية وواحد اللي صار انت عم تعمل اتفاق وثلاثة ارباع الشعب اللبناني ما معاوا خبر فيه نحنا كنواب نمثل السلطات لك شو بتقول المادة ثلاثة من الدستور يلي ما حدا بيجيب سيرتا بيقول لا يجوز عفوا عفوا مقدمة الدستور الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة هن العالم تعرف انه الشعب هو مصدر السلطات لكن هو صاحب السيادة بس هذا الشعب شعوب منه شعب نحن عنا شعوب يرى شعب واحد مشان هيك نحنا تنكون شعب واحد نحنا بدنا نرجع لمنطق الشراكي لمنطق الوحدة الوطنية الوحدة الوطنية تقتضي انه نحنا نكون كلنا بفرد مستوى اذا نحنا بدنا نميز بعضنا واحد حامل السلاح واحد ممنوع يحمل السلاح واحد بيخالف بيعمر بناية بدون رخصة واحد اذا عامل تنكي قدام بيته بيوقفو لا هيدا ما بقنا نحنا ببلد للجميع وبالتالي نحنا عم ندمر بلدنا اكتر واكتر وصدقني الدمار الداخلي يلي نحنا منسبب فيه اكتر بكتير من الدمار اللي يسببه الاسرائيلي هذا العنيام الاسرائيلي بكرة كله بيتعمر بكرة كله بخمسة لستة بلايار دولار بس هاي انقسامات العمودية يعني ها كيف لا تلتقم يعني انقساماتنا الالفان وخمسة في انقسام عمودة وفي اتهامات متبادلة وخلفية طائفية مذهبية اكتر من شي تاني مشان هيك نحن نطرين هذي الحرب تنتهي تنقعد نحكي مع الشريك الاخر يا اخي بدك شراكة حقيقة ونرجع لمنطق الدستور او بدك ندير ظهرنا لبعضنا هل بدك فدرالية هل بدك تقسيم لانه هيك ما رح نكمل اكيد لك انه اجابها السيادية ما رح تكمل بهالطريقة نحن مرح ننام اذا حزب الله سلم سلاحه بصير فيه من الند للناد ويصير كل الناس عم بده يطبق اتفاق الطائف كل الناس متساوية 100% فاذا خلينا نطبق اتفاق الطائف نحن ما بنعمل اتفاقات جديدة فيه بقلبه المركزية فيه بقلبه حل الميليشيات وتسليم السلاحة فيه بقلبه انساء مجز الشيوخ فيه بقلبه اشكال هاي الوطنية للغاية الطائفية 100% خلينا نشتغل على هذا الاسلوب ننتهي بقى من زعماء الطوائف وزعماء الحروب اللي موجودين عنا وننتقل لمرحلة جديدة ننتقل لجمهورية حقيقية جمهورية السلام وجمهورية حضارة وساعتها خلينا نطبق اتفاق الطائف ونشوف انه عن جد فينا نعيش مع بعضنا او انا اكيد نقدر نعيش مع بعضنا نحن ضد المنطق التقسيمي يلي الاخر عم يتفشنا عليه نحن بدنا شراكة حقيقية نحن بدنا نضل مع بعضنا لكن بدنا نضل مع بعضنا على استاذ احترام الدستور واحترام القوانين وتطبيقه وتطبيقه والسهر على تطبيقه في كتير قوانين بس ما هذه في كتير قوانين بس اياما بتطبق نشوفها بالادراج نشوف مقالها مرسيم تطبيقية هيا بدنا نغير السقافة استاذ البيك المجلس النيابي كل عمره يزد قانون ويتركه للحكومة يعمل له مرسيم تطبيقية وبتشتغل السياسة والهوبرات وبيحطوه بالجرور مفروض اليوم ننتقل لمرحلة انه المجلس النيابي هو يحط كمان المرسيم التطبيقية ويجور الحكومة فيها انه تطبيقها ولا نكتفي انه نعمل صفحة اوانين بس هالمجلس النيابي يعني اللي حضرتك هلأ نيب فيه وانتخبت فيه ما شفناه كتير اجتمع يعني هلأ فيه قطع كبيري فيه نواب مستقلين فيه نواب تغييريين يعني ما عايشوا العمل برلماني تجتمعوا شوائي بالليجين ما منشوف هاي اعمل ثلاث انا بستحي انا يا ريت هلأ ببعط لك الرسالة الوسطني اليوم من المجلس الاغترابي يعني عم بيتهمونا نحن طبعا هو بدنا نرد عليهم بس انه بشكل عام معهم حق انه هالمجلس النيابي شو عامل لحديد هلأ مدد واجتمع وعلق ببعضه وارجع انقصام اكتر بالبلد لكن لا قدر انتخب رئيس جمهورية يلي هي اهم شغلي لازم اعملها هذا المجلس النيابي المجلس النيابي لليوم هو هاي انتخابية ومش هاي انتخابية على زوء الناس هاي انتخابية رغما عنا بالقانون هو هاي انتخابية لانتخاب رئيس جمهورية ما انتخب رئيس جمهورية ما قدر عمل عنون اصلاحي مالي مثل العالم والناس ما عملنا عنون استقلالية القضاء في كتير امور كبيرة بالبلد بسه من عملت ليه لانه في انقصام حاد وانقصام الحاد سببه اسلاح يلي نحنا كلنا مختلفين عليه لذلك يعني كمان شفت في الفساد في انهيار المؤسسات في مشاكل كتير كبيرة يعني في مشاكل كتير عشناها يعني من الفين من 1992 بدك اكتر من اللي عم بيصير هون نحنا اراد كنا بانهيار وبلد مفلس والعالم مسروق مسروقة مصرياتها واكتر من مسروقة مصرياتها عم بيزلوها على ابواب المستشفيات والصيدليات وعلى ابواب الادارات كله زل بزل وعيش تزل فوق هيدا فتنا بحرب ما عم نعرف مطلع منا ودمار شامل وبالتالي برجع بقلك المرحلة الجاي لن تكون كصابيخاتها وحشدد على شغلة كتير مهمة لا يكون حدا فكره انه حنقبل بقى ببيان وزارة في شعب ومقاومة وجيش هيدا ما بقى تصير بكر طب اذا صارت حكومة وحدة وطنية وقولك بنا نجيب من كل الفرقاء وبدنا نركز يعني على هيدا لن تكون هذه الحكومة وهون بدي يصير في الشرخ الكبير انا مشين هيك عم قلك هذا الموضوع مستقبل لبنان بنا نحله هلأ لانه ما بقى حدا يقبل بقى النام ونفيق على حرب النام ونفيق على دمار والنام ونفيق على تهجير ونزوح نحن هيدا بدنا نخلص بدنا نعيش بدنا نعيش ولادنا استاذ يازبيك ثلاثة ارباع شعبنا ولاده عيش برا صار يعني ولاده عم يتأقلموا مع مجتمعات خارجية ما عيشوا حب لبنان متل ما انا وانت عيشينه ما خلقوا وعيشوا وتربوا بلبنان في كتير اجيال عيشي برا عم تبتعد عن لبنان وفوق هيدا الاجيال الموجودة هون عم نحرمها من التعليم اللي نحنا تعلمناه بشكل صحيح وعم نفكر اجيال من الثقافة الوطنية بقى تخيل يعني نحنا عم ندمر بلد متل ما هو عسكريا اقتصاديا وترباويا وبالتالي لا لن نقبل نحنا بدنا لبنان يرجع بأسلع وقت ممكن ولازم بقى مش بقى نشتغل بقنادول بقى نشتغل بعملية جراحية جزرية مدىك بنص دقيقة تغتصر لي هيك المشهد شو طموحك او شو حيبت من بعد يعني زيارة هوكستين على لبنان شو حيبت بتشوف هاليومان يعني حيبت بشوف انه صار فيه وقف اطلاق نار وان شاء الله حيصير فيه وقف اطلاق نار انا بتمنى انه نعيد الاستقلال ان شاء الله او جو او مرحلة الاستقلال باستقلال حقيقي ترجع كل الاحزاب لمنطقة الدولة ونكون كلنا بشراكة حقيقية ويفتح الرئيس بري على المجلس النيابي وننزل نتخب رئيس جمهورية ومن منبرك انا دعيت لحملة انه على عيد الاستقلال نهار الجمعة ينزلوا كل النواب على المجلس النيابي انا ادعو انه كل الزملاء النواب ينزلوا نهار عيد الاستقلال كلمان نرفع العلم اللبناني داخل المجلس وكلمان ننشد النشيد الوطني اللبناني لانه هذا هو النشيد الوحيد الذي يجمع جميع اللبنانيين بدون تفرقة وبالتالي هذا الاستقلال ليس استقلال عطلة الاستقلال في الحرب ليس عطلة بالعكس لازم يكون استقلال تضامن واستقلال حقيقي انه نثبت الشراكة الوطنية اللي نحن معمنين فيها شكرا للك النائب الأستاذ قديب عبد المسيح مشاهدينا وقفة ونرجع من بعد بيكون معنا ضيف جديد النائب شرب المارون من تكتل لبنان القوي اشتركوا في القناة